اشتركوا في القناة شوطنا السادس عشر والاخير في مجموعة الاشواط وشوطنا السادس عشر والاخير الخاص بانطلاقة وتحديات هنا الثنايا القعدان المهجنات الاصائل بشعارات ابناء القبائل التي نتابعهم هنا من ارضية هذا الميدان للثمانية كيلو مترات هي ايضا هذه الانطلاقات والتحديات نصير معكم انطلاقة هذا الشوط وتحديات هنا اذا نذكركم خلاقة الفترة المسائية الساعة الواحدة والنصف وانطلاقة هجن اصحاب السمو الشوخنا مع سن الثنايا صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الاول ان ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الاول ويندفع بالصدارة هنا منطلقا بتحديات هذا الشوط واحداث هنا هذه اللحظات يأتينا الفائز لسالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة هنا على صدارة وعلى المركز الاول بينما غياث حمدان بن محمد بن راشد بن غدير من ياتي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث راهيلي راشد بن سعيد بن حمد بن مصرح لحبابي وعلى المركز الرابع ياتي رزام خليفة بن راشد بن حميد بن حارب لمهيري منطلقا على المركز الرابع وخامس المراكز اغزيلان محمد بن راشد بن سعيد السبوسي من ينطلق هنا على المركز الخامس بينما سادس المراكز راهي سلم بن محمد بن صقوحة العامري ياتينا سادسا والمركز السابع المنطلق طلوع حتيق بن علي بن راشد بالقوم اللي اقتبي هنا منطلقا بهذه التحديات الجميلة ومن الجانب الاخر المنطلق بهذه الانطلاق شاهين علي بن خليفة بن بليشة اللي اقتبي من ينطلق على المركز الثامن تاسع مراكزنا هنا يأتي ناثمين خليفة بن سعيد بن حلوكة وعلى المركز العاشر مضاد العلي بن راشد بن حمد بن عدير اللي اقتبي هذه النتيجة للمراكز العشرة الاولى دعناها على حضاراتكم بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة نعود الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا رزام من انطلق على الصدارة وعلى المقدمة خليفة بن راشد بن حمد بن حارب لمهير من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول صدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني الفائز لسالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة منطلقا على ثاني المراكز بهذه التحديات هنا وهذه الانطلاقات بينما المركز الثالث وياتينا راهي راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح لحبابي على المركز الثالث ورابع مراكزنا المركز الرابع هنا غثاث المنطلق حمدان بن محمد بن راشد بن غدير ليكتبي من ياتينا بغثاث على المركز الرابع وخامس المراكز غزيلان محمد بن راشد بن سعيد السبوسي ياتينا خامسا وعلى المركز السادس شاهينا المنطلق على سادس المراكز علي بن خليفة بن بليشة ليكتبي ياتينا على سادس المراكز والمركز السابع راهي ياتينا هنا لمسلم بن محمد بن صقوح العامري من ياتي هذه الانطلاقة الجميلة والمركز الثامن المركز الثامن هنا اندفاعتي وتحديات في هذه اللحظات على المركز الثامن والمنطلق هذه الانطلاقات والتحديات على ثامن المراكز هنا بهذه الانطلاق وبهذا التحدي الرائع الجميل هنا وانطلاقتي هنا شعار بهذه اللحظات وانطلاقتي هنا ايضا مانع بن محمد بن قطامي مع مشوش من ياتينا بهذه الانطلاق شعار بالقوم المتسلل هنا مع طلوع تيج بن علي بن راجد بالقوم الاقتبي من ينطلق على المركز هنا التاسع وعشر المراكز هناك ياتي وينطلق بهذه الانطلاق زعفران سعيد بن راجد بن سعيد لعويسي هذه هي النتيجة نتابع الصدارة نتابع المقدمة والمركز الاول صدارة هذا الشوط والتسلل الذي يطر ويجر في هذه اللحظات هنا من الجانب الاخر راهي بن يتسلل على الصدارة وعلى المقدمة راشد بن سعيد بن حمد بن مصلحة لحبابي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني الفايز على المركز الثاني سالم بن خجين بن سالم بن عايضة العذبة هنا من ينطلق على المركز الثاني وعلى المركز الثالث رزام المنطلق خليفة بن راشد بن حميد بن حارب لمهيري وشاهين شاهين علي بن خليفة بن بليشة ينطلق بهذه اللحظات من مركز الى مركز متسللا بهذه الانطلاق وبهذا التحدي القادم هنا في هذه اللحظات غثات حمدان بن محمد بن راشد بن غدير وراهي سلم بن محمد بن صقوحة الحامري من ياتي سادسا والمركز السابع المركز السابع غزيلان محمد بن راشد بن سعيد السبوس من ياتي بغزيلان على المركز السابع والمركز الثامن المركز الثامن والقادم في هذه اللحظات على المركز الثامن والمنطلق بهذه الانطلاق شعار مانع بن محمد بن قطاع من سويدي مع مشوش هنا من ياتينا على المركز التاسع وعلى المركز العاشر في هذه اللحظات شعار بالضعيف هنا منطلقا بهذه اللحظات مع الماحة هنا لحمد بالضعيف بن غدير لاجتبه هذه النتيجة للمراكز العشرة الاولى في مسيرة شوط الختام شوط ختام اشواط صباح هذا اليوم وهذه تظاهره الصباحية مع هيجن هنا ابناء القبائل الثلاثة كيلومترات ما تبقى اي خمسة كيلومترات قضن في مسيرة هذا الشوط وهنا راهي يسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة وعلى المقدمة راهي منطلقا هنا لراشد بن سعيد بن حمد بمصرحة لحبابي على صدارة على المقدمة والمركز الاول للمركز الثاني الفائز لسالم بن خجيم بن سالم بن عايض هنا العذب المنطلق على المركز الثاني وثالث مراكزنا رزام رزام المنطلق خليفة بن راسد بن حميد بن حارب لمهيري من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع شاهين علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي هنا على المركز الرابع وخامسا راهي سلم بن محمد بن سقوح الحامر ياتينا على المركز الخامس خماسية جميلة خماسية جميلة مشوش يتسلل مانع بن محمد بن قطامي هنا ايضا من ياتينا هذا الانطلاق وتحدي هنا متسللا من مركز الى مركز وهناك ياتي غزيلان محمد بن راشد بن سعيد السبوسي على المركز السابع والمركز الثامن غثاث المنطلق على المركز الثامن هنا لحمدان بن محمد بن راشد بن غدير ولماح المتسلل لماح هنا لحمدان بن حمل بن ضعي بن غدير اللي اقتبي ووصل بن جاسب مع سيد سالم بن سعيد بن جاسب لمسافر هذه هي النتيجة واراش عفور مع زعفران هنا ايضا متسللا عاشرا سعيد بن راشد بن سعيد لعويسي هذه هي النتيجة بعد هنا المنعطة في الاخير من جاوزنا واثنين كيلو مترات في مسيرة هذه الانطلاق وراهي المسيطر على صدر على المقدمة وعلى المركز الاول راهي على صدر على المقدمة يسيطر بهذه الانطلاق هنا راشد بن سعيد بن حمد بن مصلحة لحبابي على صدر على المقدمة وعلى المركز الاول الفائز في المركز الثاني الفائز لسالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذب هنا من يأتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث المركز الثالث منطلقا غزام خليفة بن راشد بن حمير بن حارب المهيري من يأتينا ثالثا والمركز الرابع الراهي القادم على المركز الرابع مسلم بن محمد مصقوح العامري من يأتينا على المركز الرابع في هذه اللحظات وخامسة أمشوش المانع بن محمد بن قطامي السويدي هنا هذا الانطلاق وفي هذه التحديات الله خماسية خماسية جميلة بقيادة راهي على الصدارة راهي على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة مع الكيلومتر الأخير وراهي المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة مندفعا بمقدمة هذا الشوت هنا على الصدارة على المقدمة والمركز الأول صدارة هذا الشوت راشد بن سعيد بن حمد بمصلحة لحبابي على الصدارة على المقدمة المركز الثاني الفائز سالم بن خجين بن سالم بن عايض العذب المريمنا يأتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث هذه اللحظات المتسلل امشوش امشوش المتسل المانع بن محمد بن قطامي السويدي من يتسلل بهذه اللحظات هنا بهذه الانطلاقة الجميل الله الله امشوش قادم راهي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة راهي مندفعا بصدارة هذا الشوت من البداية وهو على الصدارة على المقدمة هنا القادم مشوش في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة راهي ومشوش راهي ومشوش هنا مشوش يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول والنقطة الثانية لهذا الشعار سلامنا ديشبا سلام ها هو تشاهدونا اذا نمشوش ونعلن الفوت ونموس تهانينا مانع بن محمد بن قطامي بن السويدي يصل إلى قتل النهاية الراهي في المركز الثاني لراشد بن سعيد بن حمد بن مصلح لحبابي وعلى المركز الثالث الراهي لمسلم بن محمد بن صقوح العامري وعلى المركز الرابعي رزام من يأتينا رابعا خليفة بن راشد بن حمد بن حارب لمهيري لماح خامسا لحمدان بن حمد بن ضعي بن غدير اللي اقتبي من يصل بهذه الانطلاق بهذه التحدي التوقيت الزمني ولحبة الوصول لمشوش ثلاثة دقيقة ثلاثين ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية تهانينا ونموس المانع بن محمد بن قطامي السويدي بينما المركز الثاني من يصل بهذه اللحظات راهي بثلاثين ثانية وجزء واحد من الثانية راهي بن سعيد بن مصلح الاحبابي بينما المركز الثالث وصل هناك راهي سلم بن محمد بن صقوح العام لمن حل ثالثا أو عفوا الفائز بثلاثين ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية سالم بن قطامي بن سالم بن عايض العذبه المري تهانينا ونموس وإلا ملحا وإلا ملحا شكرا